فروق قرآنية ما الفرق بين الموت والقتل؟ الموت هو خروج الروح من الجسم خروجا طبيعيا من دون مؤثر خارجي ومن غير التعرض لأعضائه بالقطع أو لبنيته بالإتلاف ومن ذلك قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال أما القتل فهو هدم الجسم وإتلافه ثم خروج الروح منه ويكون ذلك جراء مؤثر خارجي كالضرب بحديدة أو استعمال السلاح ونحوهما ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن ابني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أي فزينت لقابيل نفسه أن يقتل أخه فتعرض لجسم أخيه بالإيذاء حتى أزهق روحه وقد اجتمع الموت والقتل مع طوفين في آيات كثيرة من القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ أي وَمَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا رَسُولٌ مِنْ جِنْسِ الرُّسُلِ الَّذِينَ قَبْلَهِ فَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ قُتِلَ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ رَجَعْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ فُرُوقٌ قُرْآنِيَة